موسيقى أحيانا شهر أحيانا شهرين يالله نشوفه تبنى السلوك هذا النوع الثاني النوع الثالث اللي أصلا رافض يعني ما قاعدين نشوف إحنا أي أثر للغرس اللي قاعدين نغرسه فالطفل أبدا أنا صار لي خمس سنين يتكلم في الاحترام وما منه فايدة صار لي خمس سنين يتكلم عن الصلاة ولا أنا شايف صلاة صار لي سبع ثمان سنين وأتكلم أنا عن الصدق وولدي تشذاب ما قاعد أشوف نتائج إذن عندنا ثلاث حالات انتبهوا الأول الطفل السفنجة اللي يلقط أثنين الطفل اللي يحتاج وقت الثالث الرافض وراح نتكلم بعد شوي لأنني آتني أسئلة كثيرة عن الثلاث أطفال هذول بس أنا قاعد أحاول ألملم الأسئلة وأتكلم مباشرة معاكم بالمناسبة أنا طبعا التعليقات اللي تكتبونها ما قاعد أقراها اللي أنا قاعد أركز في المادة اللي قاعد أقولها فلو حبيتوا تخففون من التعليقات هذا قراركم ولكم هذا نزين إذن مرة ثانية إذن الأطفال ثلاثة قلنا وقلنا عملية الغرس ثلاث عندنا غرس وعندنا تعزيز وعندنا تفاعل أنا شرحت لكم الغرس وقلنا الغرس قول وفعل الآن بشرح شيء ثاني ما هو التعزيز التعزيز أنا حين غرست الخلق لكني أبي أعززه شنو يعني أعزز يعني أبي أدخل هذا الخلق أبي أغرسه بقوة في شخصيته التعزيز ما يأتي إلا بالتكرار حفظوها هذه قاعدة أبي أعزز أكرر التعزيز ما يأتي إلا بالتكرار وبالتالي أي سلوك أي سلوك أنا أبي أغرسه في الطفل لابد من التكرار إحنا عندنا قاعدة تقول التربية بالتكرار أقول لكم مثال الحين لما الله عز وجل أراد أننا نحافظ على الصلاة ما هو التشريع اللي الله عز وجل استخدمه معنا الغرس ما هو الغرس أنه أرسل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل القرآن وقال لنا الصلاة فريضة عليكم إذن هذه معلومة المعلومة جاءتنا عن طريق الغرس النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والقرآن ذكر والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام الصحابة يعني فعل هذا غرس طيب وين التعزيز التعزيز أننا إحنا يوميا نسمع خمس مرات الأذان حيا على الصلاة حيا على الفلاح كل يوم قاعدين نسمعها طيب إحنا لما نسمع شو اللي قاعد يصير فينا إحنا حين تحولنا من الغرس خلصنا دخلنا في مرحلة ثانية اللي هو التكرار تكرار القيمة اللي هو التعزيز طبعا هذا التعزيز طفل وطفل في طفل نحتاج نعزز عنده شهر شهرين في طفل نحتاج نعزز معه سنة سنتين يعتمد يعتمد على حسب الطفل وحسب نوعيته وحسب البيئة اللي هو فيها إذا طفل عايش في بيت مثلا مع عيال عمه وكلهم عفاريت وعيال عمه كلهم تشذبون ويعي أنا بربي بهالولد الصدق هنا عملية التعزيز راح تاخذ مني درب طويل ليش تاخذ مني درب طويل لأنه قاعد في مجتمع الأصل فيه شذاب والكذاب هو الناجي والصادق ما لا قيمة معناته أنا هنا راح أعزز لفترة طويلة جدا واحتاج أستخدم أدلة حتى أثبت له أنه يا بابا ترى الصدق هو الأفضل لأنه عايش في بيئة بيئة كلها أخلاقهم سيئة خلاص واضح إذن عندنا حين غرس عندنا تعزيز طيب ما هي المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة هي التفاعل ما معنى التفاعل التفاعل هو أنه الطفل يكون عارف الخلق الخلق موجود في رأسه وعارفه وقاعد يمارسه كون يمارس الخلق معناته في تفاعل أنا من اللقاء مو الماضي اللي قبله كلمتكم عن الذكاء الأخلاقي تذكرون وياتني حقيقة رسائل كثيرة على الخاص أنا شفتها شفتها في الفيسبوك في الإنستجرام كلها قاعد تقول دكتور كلمنا عن الذكاء الأخلاقي كلمنا عن الذكاء الأخلاقي أنا اليوم قاعد أتوسع في هذا الموضوع بس أنا حبي تذكر اللي كانوا يطلبون هذا الطلب أنه التفاعل هو الذكاء الأخلاقي ما هو الذكاء الأخلاقي الذكاء الأخلاقي هو الالتزام شوني الالتزام يعني الطفل يعرف القيمة وملتزم فيها إذا ملتزم فيها معناته صار ذكاء أخلاقي إذن عندنا ثلاث مراحل واحد الغرس ثانيا التعزيز ثالثا التفاعل ترجمة نانسي قنقر